يا حكيمة يا فاطمة إن محمد بن علي الجواد بن أخيكما بقية الله في الأرض وهو وصيي والقائم مقامي وهو سيدكم بعده فاسمعوا له وأطيعوا ولا تنظروا إلى صغر سنه فإنه لها وهو المؤيد بالله تعالى قال الإمام الرضا عليه السلام في حق ولده الجواد عليه السلام هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه نحن أمام هذه الرواية الشريفة نقف حيارا وتنتابنا الدهشة هل كان الإمام الجواد أعظم بركة من آبائه الأئمة الأطهار عليه السلام الذين ولدوا في الإسلام وهل هو أفضل من الحسن والحسين عليهما السلام على سبيل المثال طيب هل يجرء مسلم على أن يقول بأن أحدا أعظم بركة من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله كيف نفهم هذه الرواية إذن التي في ظاهرها تتعارض مع مسلمات لا مراء فيها إن هذه الصفة التي أعطيت للإمام الجواد عليه السلام لا تعني أنه أكثر بركة من الآئمة سلام الله عليهم لأنهم كلهم بركة ولكن مما لا شك فيه أنه لهذا الحديث المبارك معاني خفية هذه الرواية الشريفة تلفت أنظارنا إلى خصوصية خاصة تكتنف شخص الإمام الجواد صلوات الله عليه وتكتنف ولادته وعصر إمامته بحيث أشار الإمام سلام الله عليه إلى أن هذا المولود لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه في هذا الإطار لنا أن نستجلي بعض نواحي البركة في شخص الإمام وكل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم مباركون لكن الرواية تشير إلى بركة خاصة إلى أثر خاص فسره البعض أنه ربما يشير هذا الحديث إلى الواقع التاريخي والحالة الاقتصادية التي يكون عليها الشيعة في عصره عليه السلام من الرفاهية والسعة في العيش وبعبارة أخرى إن الإمام في صدد إخبار الشيعة بأن عصر الإمام الجواد سيكون عصر رفاهية وذلك لساعة خراج الدولة وكثرة وارداتها المالية مما يستدعي أن ينال الشيعة جانبا من ذلك خصوصا وأن الإمام عليه السلام سيصاهر الخليفة وسيكون ذا حذوة عنده بل إن الخليفة سيسعى لكسب رضاه خصوصا وأن أصابع الاتهام تشير إليه بكونه الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام بينما هو يدعي الانتماء لمذهب أهل البيت وهذا كله يستدعي أن ينعم الخليفة على الشيعة ويغضق عليهم من باب الإرضاء لهم وتطييب خواطرهم إلا أن البعض الآخر فسره على أن ولادته ستزيل شبهة عقائدية خطيرة يخاف منها على التشيع والمذهب الجعفري من نواحي البركة الخاصة في شخص الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وفي ولادته العطرة هو أن الظرف الزماني الذي ولد فيه إمامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه لم يكن ظرفا عاديا بحيث كانت لولادة الإمام آثار حاسمة لجدل وخلاف أدى إلى حالة انشقاق في جسد دائرة أتباع أهل البيت عليهم السلام نشأت فرقة بعيدة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام وهي فرقة الواقفة والواقفة كان مدعاهم بأن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو في الحقيقة الإمام المهدي في نظرهم وبالتالي فإنه لم يمت وإنما غاب عن الأنظار هو في مرحلة غيبه وبناء على ذلك ليس بعده إمام هؤلاء أنكروا إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه طبعاً تذرعوا في هذا الإنكار بمجموعة أمور قالوا أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليس له عقب ليس له أبناء لأن الإمام لم ينجب له ابنه الإمام الجواد إلا لما بلغ الخمسة وخمسين سنة من عمره يعني قبل هذه المرحلة ما ولد له الإمام بناء على هذه الحجة استطاعوا أن يضللوا كثير من السذج والبسطة أنه هذا مو إمام مفترض الطاعة لماذا؟ لأنه ليس له عقب وبالتالي هو لا ينجب فإذا كان لا ينجب فهذا عيب يشهد بكونه ليس إماماً مفترض الطاعة طبعاً الإمام الرضا صلوات الله عليه في مقابل هذه الدعايات التي كان يبثها أصحاب الواقفية كان يبين للناس حينما كان يسأل عن الحجة من بعده كان يخبرهم أن الحجة من بعده ابني وفي ذلك الوقت لم يولد للإمام سلام الله عليه فالإمام عليه السلام كان يوضح هذا الأمر للناس مرة من المرات يأتيه رجل من الواقفية يقال له أبو قيام الواسطي وكان يريد أن يعيب الإمام سلام الله عليه التفت إلى الإمام قال أيكون إمامان في زمن واحد يعني الإمام قال لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً يعني ممكن يصير أكو إمامين في عصر واحد لكن إمام ناطق وإمام صامت مثل الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق كلاهما في وقت واحد كان موجودين وكلاهما إمامان لكن في عصر الإمام الباقر الإمام الباقر هو الإمام الناطق والإمام الصادق إمام صامت صحيح لولا يقول إذا هشك النعم يجوز لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً فالتفت إلى هذا السائل قال ها أنت ذا ليس لك صامت ما عندك إمام صامت من بعدك الإمام التفت إلى قال وما يعلمك أنه لا يكون لي والله لا تمضي الليالي والأيام حتى يرزقني الله ولداً ذكراً يفرق بين الحق والباطل إذن حينما ولد الإمام الجواد أبطلت الحجة الأساسية التي تذرعت بها الواقفة وبالتالي ذهب زيغهم وتضليلهم وتشكيكهم للناس وكان لهذه الولادة الميمونة بركة عظيمة ساهمت في التآم المجتمع الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي إبعاد أسباب الشقاق والضلال والانحراف هذا بعض أو هذا مثال ومظهر من مظاهر البركة التي كانت لولادة الإمام الجواد صلوات الله ترجمة نانسي قنقر